حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في أولى فقراتنا لهذه الليلة اهتمام كبير مشاهدين من قبل هوات الطيران اللاسلكي في الإمارات دعا ممارسي هذه الهواية إلى تشكيل أندية متفرقة وتجمعات للتحدي والمنافسة والاستعراض الجوي بخفة ومهارة واحتراف اجتمعوا بهدف الارتقاء بهذه الهواية وجعلها أحد الرياضات التي ترتبط برياضات الطيران الجوي ولنتعرف على هذه الهواية الممتعة والمهارات التي تعتمد عليها سرنا أن نرحب معنا في الستيديو بالشاب الإماراتي حارب الضنحاني وكذلك رفيقه سلطان سويدي سلطان بن حمودة أهلا وسهلا حياكم الله معنا لورينا في برنامج أماسي يا مرحبا حارب السلطان يا أهلا مرحبا أنا قبل ما أبدأ وياكم في طرح السؤال كتبت عنوان على تويتر في صفحتي الخاصة كتبت عاصفة الحزم وجودة معنا اليوم في برنامج أماسي بالفعل منظر يعني أولا مثير للإعجاب بالتأكيد ولكنك ذلك يصيبك هي طبعا طبعا ما تعودنا على هذه الأحجام بالنسبة للطيارات صراحة يعني عرفونا عطونا نبذة عن هذه الهواية حقيقة هواية الطيران اللاسلكي اليوم نشوف طيارات بأحجام ربما تكون يعني قريبة نعم صحيح صحيح بالنسبة للأحجام اللي مثل ما أنت شايف ما شاء الله نحن خلنا نبدأ أول نبدأ بسيطة قبل لا نوصل لها المرحلة أو بعدنا ما وصلنا لها كانت حياتنا بسيطة قبل وعلى طيارات بسيطة ورقية وغيرة وكان كل واحد لا أمنية أكيد طبعا أنه يصبح طيار وكذا صحيح لكن الحمد لله كل واحد قدر الله ما شاء وحصل نصيبة في الدنيا صحيح الهواية هذه طويلة بعمرك فيدينا فيها يعني من سنوات كثيرة جدا وفي ناس ما شاء الله قبل لهم خبرة ولهم باع في هذا المجال وتعلمنا عن طريقهم والحمد لله كانت هواية ممتازة جدا وشيقة وتعودنا عليها بكل ما اللي تشوفها يعني اللي هواية الطيران لاسلكي نعم وكانت بنفس الأحجام هذه لا لا كانت كانت كبدا يعني شي بسيط صغير وما كنا نتوقع أن نوصل نطير هالأحجام لأننا كنا نشوفها برع الدولة يعني نقول كيف يطيرون هالأحجام صحيح صحيح عالية جدا يعني كانت مختلفة لأننا احنا أول ما بدأنا في مراحل التعليم ونشفناهم يعني مع أصحابنا ومع أصدقائنا وفي النوادي اللي موجودة كذلك عدنا في الدولة وخارج الدولة فحبينا أن نمارس الهواية لأننا صراحة هواية جميلة جدا وممتعة وفيها نوع من التركيز وفيها نوع من الفكر وطموح على أشياء يعني خلني أنا أضيف لك كذلك بأن مثل هذه الهواية تتطلب الكثير من المعرفة والمهارة أكيد اليوم أنت تطير طيارة ما بحاجة بسيطة أكيد ما تطير طيارة شراعية مثل الأول أو الهوائية هذه اللي كانت موجودة في السابق لا لا أو ورقية عفوا نحن نتكلم اليوم عن طائرة بحجم مقارب جدا للطائرة الحقيقية الطير في مسافات مسافات بيدة أعتقد تحتاج تصاريح كذلك معينة نعم دوائر طيران المدني في الدولة نظمت مسألة الطيران في الجو في أماكن معينة في أوقات محددة كذلك هذه الهواية اليوم لصاحبها لابد من وجود العديد من المهارات والاشتراطات الخاصة أكيد لكل شخص حاب أن يمارس هذه الهواية صحيح سلطان عرفنا على القواعد أو الممارسات أو الاشتراطات المطلوب توافرها في الشخص حتى أنه يقدر يمارس هذه الهواية أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم يعني طبعا أول واحد يبغي يبتدي يدخل هذه الهواية أنا نصح أنه ما يصير يتسرع يشتري أي طيارة يعني يشوفها كشكل يعني لابد أن يعرف شو الطيارة شو الأشياء اللي تحتاج يعني أو يسأل أهل الخبرة يحتاج رخصه كهذين يعني نطيرا في مكان مخصص ناتي قبل كنا نطير أي مكان يعني يشارع لكن يكون بعيد عن مناطق السكنية شو الشروط عشان أنت تقدر تطير شو الشروط اللي المفروضة تكون عندك أنت أول بادي نصح الشروط طال عمرك الشروط في البداية تكون لازم يتوفر عندنا النادي والنادي هذا موجود هذا شرط واحد الأمن السلامة الأمن السلامة في المكان وللجمهور خاصة الطيارات اللي تشوفها يعني هذه لازم تحتاج لها مدرج خاص ومكان خاص وما تطير في أي مكان لازم لها مكان وهذه الطيارات اللي تشوفها يعني نفاثة وفي عندنا القزولين وفي عندنا النايترو وجميع مشتقات البترول تشتغل عليها ما شاء الله وكم سرعاتها هذه السرعات عالية جدا تتراوح أقل طيارة خلا نبدأ فيها من الشغلات اللي على الإلكترك يعني شفت الطيارة الصغيرة يعني أقل سرع يمكن حتى توصل في 120-160 الطيارات النفاثة الكبيرة يعني 300 وطالع سرعة 200 كيلوطالع لأنه نفاثة كورسين الاستخدام في مدد كورسين طيب اليوم نحن نعرف بأن طائرات السفر اللي موجودة في الجو تتأثر حتى بأسراب الحمام اللي ممكن أنها تتواجد في يعني المسارات العليا في الجو مثل هذه الطيارات ومثل هذه الأحجام تأثيرها أكبر تحدثت عن عوامل الأمن والسلامة وقلتوا لابد من توافر مدرج خاص لهبوط هذه الطيارات وإقلاعها طيب ما هي عوامل الأمن والسلامة الأخرى اللي ممكن توافرها في مثل هذه الهوائلة كذلك بالنسبة للنوادي بالنسبة للنوادي يعني النوادي اللي موجودة عندنا متوفرة حاليا في الدولة ثلاث نوادي وأكيد فيها التعليمات والأوامر وكل حاجة طبعا الأمن والسلامة أولا أي مارات متوفرة؟ موجودة في دبي ونادي الهوال عين في العين نفسه أو في أبوظبي في مدينة الطويلة في دبي منطقة اللي سيري والعوامل هذه متوفرة وقايمين عليها ما شاء الله يعني جميع الإدارات لازم الأمن والسلامة أولا للجمهور ثانيا طبعا التعليمات موجودة عند الأخوة يعني المعسكرات خلنا نقول بشكل عام القريب أو الطيارات المدنية أنه يكون لها مدى معين وارتفاع معين هذا كشخصي كبداية حق الفرد اللي طير من غير العوامل الثانية اللي تخص بعد كذلك في الجمهور الموجودين المشاهدين عندنا والمدى المدرياتها كم الفترة الزمنية كم يعني أقل أقل طيارة تقريبا من هالطيارات تطير عندنا يعني أقل تايم خمس دقائق لكن في طيارات ما شاء الله تكمل سبع دقائق ثمان دقائق عشر دقائق في الجو في الجو في الجو هذا حسب حجم التانكي للكيروسيل نعم حجم الخزان بالنسبة للعوامل اللي تكلمت عن العوامل العوامل هل تقصد فيه العوامل الطبيعية أو عوامل الجو أنا أقصد اليوم لما هذه الطيارات تتواجد في الجو وفي المسارات العليا مثل ما قلنا الجوية طيب لابد من عدم وجود كذلك يعني مسارات لطائرات السفر لأنواع الطائرات الأخرى سواء كانت شراعية غيرها بحيث صحيح ما يحدث استدام لا لا أبدا أو تعارض أو غيرها المنطقة اللي نحن فيها أولا اللي مخصصة من قبل الحكومة هاي منطقة تعتبر محظورة ومعمم عليها على مستوى الدولة والمطارات في المجال الجوي وبعدين مسافة الطيارات إذن هاي طيارات ما تخترق المدار لا لا أبدا حد الأقصى حد الأقصى كرؤية 600-500 متر طبعا أنت أكثر عن كذا مستحيل لأن هذه طيارة استعراضية فن ذوق حركات صحيح فمش هنا طيارات حربية أو سباقات أو غيرها صحيح أنا بسأل سلطان عن المدة اللي يحتاجها الشخص حتى أنه يتدرب ويتعلم ويكون عنده يعني القدرة يمتلك القدرة لممارسة تحديدا يعني قيادة مثل هذه الطائرات أو التحكم فيها عن بعد بما أنه يتم التحكم فيها من خلال الأجهزة التحكم اللي موجودة أمامنا اللي قاعدين نشوفها حاليا لكم مشاهدين أنا أستأذنكم في هذا الفاصل القصير وعدنا تفاصيل عديدة وأمور كذلك مشوقة وحاجات ربما تسمعونها للمرة الأولى تابعونا بعد هذا القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيكم الله مشاهدين الكرام عدنا في السيديو كل شكر ألهم على إرسال هذه المادة الفيلمية اللي عرضناها قبل قبل قليل عودة الكم مرة ثانية كنت أسألك سلطان عن المدة الكافية لتعلم هذه الهواية والله هو على حسب الشخص يعني يعني مثلا كمثال أنا أنا داخل تقريبا من عشر شهور تقريبا فقط لكن كبداية لازم تنسى تشتري طيارة فيه جهاز اسمه ريل فلايت اللي هو سيمليتر تشبكه وهي الكمبيوتر هذا يعلمك طيران كامل صحيح قبل لا تخاطر وتشتري طيارة وانت ما تعرف شو ما خاطرها لأن البطارية يعني مش مثل ما يفكرون الناس خطرة جدا ولازم تعليمات في استعمالها هي مرتبطة بسن معين يعني هي تأكيد تتكو في الإقلاع وفي التنزيل لازم تتعلم الأساسيات فيها إقلاعها وتنزيلها عن طريق الكمبيوتر في البداية أنت ماسك الجهاز الرموت نفس الشي يسار يمين يمين يسار أما تروح الطيارة للأمام ما عندك مشكلة أنت رفعت الطيار لكن أنت راجع فيها لازم يكون العكس فتتعلم لازم الأساسيات فيها الإقلاع والنزول يمين يسار طيب خلونا نستعرض الطائرات اللي موجودة أمامنا حاليا هذه الطائرة اللي قاعدين نشوفها هذه أنا لاحظة أكبر الطائرات هوك هذه الهوك هذه تعتبر من الطائرات النفاذة ضخمة نعم الكبيرة سرعتها سرعتها فوق 300 عادي توصل لـ 400 على حسب حجم المحرك ما شاء الله في محركات وكم دقيقة طير هذه هذه الطير على حسب كذلك يعني عندك 7 دقائق الطير عادي ما عندك أي مشكلة ما في مشكلة لا أبدا تكون موجودة في الجو نعم طيب كم سعرها هذه سعرها على حسب المكينة سعرها كامل مكلفة مكلفة 65 ألف بهالي حدو على حسب الطيارات درهم 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 وفي طيارات وهي مش شخصي لكم ولا للنادي لا شخصي 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 طيب الطائرة الثانية اللي قاعدين نشوفها أمامنا بس ناخذ الطائرة الحمرة هذه اللي موجود المخرج هذه الطائرة الحمرة اللي موجودة أمامنا أولا الهوك والثاني هذه هاي الطيارة فينيكس فينيكس نعم طيب ناخذ هذه المخرج نشوف الطائرة هذه الحمرة هي فينيكس نعم اسمها فينيكس شركتها من فرنسا المحرك اللي عليها جيت كات 80 بي والمحرك صناعة ألمانية بشو تتميز تميز هذه بسرعتها السرعة حق الحركات الاستعراضي والهوك أسرع عن الهوك هذه بتكون شوية أسرع عن الهوك لأن هذه أخف في الحجم الصغير حتى لو كان محركة كبير على حسب ومميزاتها في حركاتها وفي نزولها وكذلك الهوك سعرها سعرها هذه كامل مقارب لا لا مش مقارب يعني هذه 29 ألف لن 30 ألف يعني ما أقول سعرها من 29 ألف لن 30 ألف متناول جميع يعني طيب والطائرة الأخيرة اللي موجودة عند الكابتن سلطان يورو سبورت يورو يورو سبورت وخادي فرنسية كذلك في الحقيقة فيه يورو فايتر اسمها أنا طبعا ما كملت الباقي تفضل يعني دخلت الهواية من الرموت قلت لين الفوم طيارات الإلكترك بعدين القازولين البترول والحين حاليا على النفاث يعني اتدرجت يعني ندرج عندما راحل ندرج فيها خلال 9 شهر يمكن هاي مغامرة مني وخطأ يعني لكن حبنا لهاي الهواية يعني دفعنا دفعنا على هشي ان نطور من نفسنا للأشياء مجالك انت العملي سلطان مختلف عن طالب ولا موظف مختلف عن الطيران ليش ما دخل طيران يوم انت تحب الطيران والله لهذا السبب اتجهنا لهاي الهواية يعني كنا نقول حقه هارين نبغي نكون طيارين شيء مستحيل هذا ان يوافق الوالد او الوالد صحيح فاتجهنا لهاي الهواية يعني مسلية جدا و تخليك تركز محتاجة تركيز وطولة بال سرعتها هذه الأخيرة تعتبر أسرع من الباجيات ولا في نفس نفس السرعة لكان هاي الاختلاف يعني ادخلك العالم اسمه 3D نفس الطيارة لكاننا 3D شو الميزة فيها نتسوي حركات يعني حركات استعراضية في الجو اللي دايما تصير عندنا في دبي طرح نفس الطيارات الحقيقية فتصير عندنا استعراضات احنا في ناد العين للهواة الطيارات الحقيقية فندخل من ضمنها الطيارات اللي تشوفونا هذه ونستعرضواياهم هذه هواية مكلفة يعني مكلفة مكلفة جدا مكلفة جدا كتكلفة يعني طيب الوقود هذا هل هو في متوفر 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 ها كرسين تأخذونها بماكن معينة في محطات بطرول متواجدة في بعض الامارات مشكلة الامارات ومادة الكرسين يعني بالعربية عدنا نقول عنها القاز ونصح التعبير يعني احنا نلاحظ حقيقة هواة هذه الطائرات في الغرب نلاحظ أنهم يقومون بتصنيع يعني بعض من هذه الطائرات يشاركون فيها في مسابقات يضيفون عليها بعض الكماليات بعض المحركات بعض الطاقات التي تجعل منها أسرع أو يعني تقوم ب مثل ما تفضلت بعض الاستعراضات الجوية هل هذا الامر متوفر عندنا في دولة الامارات نعم متوفر موجود وقاموا عندنا شباب وقاموا عندنا الطلاب من الجامعات كذلك وشاركوا مشاركات في برع الدولة يابو المركز الأول وكانت اليوم مشاركة طلاب الجامعة في أمريكا مع الطالب الجامعي يعقوب أعتقد هنا من دولة الامارات معروف جامعي وطلع ما شاء الله يعني في على مستوى الدولة وفي أمريكا طلع المركز الأول ما شاء الله يعني فيه بداعات حتى وصلنا لدرجة أننا نخترع في شغلات الطاقات الشمسية كبداية نشوفها هل مؤشر ناجح أو ليش لأننا الوقت دائما يخدمنا في الطيران صحيح وصلت عندنا مشاريع وشباب ما شاء الله عليهم وعدنا كابتن كذلك منصور البلوشي من دولة الإمارات هنا وما شاء الله عليهم قدموا أداة كثير جميل أنا خلني أسأل سلطان سلطان اليوم أنت تكلمت عن استخدامات الوقود الكيروسين وغيرها من أنواع الوقود التي تستخدم في تشغيل مثل هذه الطائرات يعني اليوم من خلال متابعتكم هوايتكم أكيد أن تتابعون كل ما هو جديد وحديث في هذا المجال هل هناك توجه لاستخدام بعض يعني خلنا نقول الأنواع التي ربما تعتبر صديقة للبيئة التي من خلالها بالإمكان تشغيل هذه الطائرات أنواع الوقود أو أي أن كان يعني طاقة أخرى طاقة بديلة ربما تعتبر يعني بديلة عن الوقود ومن خلالها ممكن هذه الطائرات تشتغل وتكون هي كذلك صديقة للبيئة والله كتصنيع ما استبعد أبدا أن يصنعون يعني كمحركات تشتغل بالطاقة الشمسية والغيرها لكن هنا عندنا ما شاء الله الشباب يبغون كل السرعة يعني الأسرع هو الأراعج أكثر يعني الأسرع هذا الذي التفتون له يعرفت؟ بغض النظر صديق للبيئة حتى لو كان صديق للبيئة حتى لو كان صديق للبيئة نحن 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 نتطلب الطيارة على حسب حجمها وعلى حسب استخدامها في طيارات استعراضية ما تقدر تخدمك في الطاقة الشمسية لا تخدمني بأشياء ثانية في مدىات غيرة في تصوير في أمور كثيرة ملاحظ بأن مثل هذه الطائرات يعني تشارك بكثافة في الاستعراضات الجوية خصوصا في المناسبات الوطنية يعني الاحتفالات التي تنظمها دولة الإمارات حدثونا عن هذا الدور كذلك المهم صحيح المسابقات هذه صارت عندنا في الدولة في احتفالات طبعا في نادي الهوال العين صير عندنا بطولات من خارج يعني على مستوى الدولة ومن خارج الدولة ينضم لنا جماعة فتكون بطولة على طيارات حقيقية جتات حقيقية بنفس الوقت هم يطلبوننا أن نحن نشارك في الطيارات اللاسلكية كذلك استعراضية شبه من الحقيقة فقط هنا يكون راكب وبنفس الوقت أنت تكون على ريموت كنترول لا سلكي فتختلف من حركة لحركة في طيارات اللي الحقيقية ما تقدر تسوي الحركات نفس اللي تسويها الطيارات الاستعراضية كذلك صارت عندنا في مدن في احتفالات عيد الاتحاد في بعض الإمارات أنا شخصيا شاركت فيها في الشارجة وفي إمارة في مدينة دبل حصن وفي إمارة الفجيرة واستعراضنا شيء مميز أكيد أكيد هو شيء مميز بالتأكيد نحن نشوف ألوان مختلفة في حاجات كذلك بالإمكان أنها صحيح يعني مثل علم الدولة وصور أصحاب السمو الشيوخ الله يحفظوا صحيح وغيرها من الأمور اللي بالإمكان أنها كذلك تكون مرافقة للطائرة أثناء التحليق أنا بس ختاما يعني السؤال الأخير سلطان اليوم عندكم طموحات أنتو تتأملون تحقيقها من خلال هذه الهواية ما يهم هذه الطموحات طموحات إن شاء الله مثل ما برع الهواي اللي برع يسافرون ويفوزون إن شاء الله في بطولات وهذا ونحن كذلك نبغي إن شاء الله نرفع رأس الدولة بإذن الله ونطلع في بطولات إن شاء الله تشرف ونرفع الرأس إن شاء الله دائما رافعين الرأس وعلم الدولة دائما خفاق في مختلف المحافل كنا سعيدين بوجودكم معنا وكذلك إن شاء الله دائما نشوفكم في جميع الاحتفالات التي تزخر بها دولتنا الغالي دولة الإمارات العربية المتحدة حارب بالضنحاني وسلطان بن حمود شكرا جزيلا لكم شكرا لكم وكم ديرون بالكم لأن هذه طيارات خطيرة يعني ولا إن شاء الله الأمور طيبة يعني قيادتها أخطر من قيادة الطائرة أحيانا دائما نتأمن لنا المكان الأمور إن شاء الله بتكون الأفضل موفدين خير إن شاء الله آمين